ايه دي ايه ايه يا دياب بتنسب الفاعل اما بتنسب الفاعل من دلوقتي اما لما تكبر هتنسب على ميه صفر حاسب في ايه انت طول الليل هتبضل تتخاني معك يا ريسكي ده هو تعال لي يا دموك انت روخر اه يا دموكي مش عارف تجر المضافي ليه مش عارف طب احيات احيات لما انا لما احياتي لقى صفر تعال فيا ولا يا رمضان انا قابلت النهاردة تهاني بنت الحج سلمان بقت زي لحطة الاشترا ما شاء الله وفتحت امها في الموضوع البيت دي ما تتعيبش وهيتساعدك تلملك الكراريس اللي عملت باع ترفيعته للنهار ايه دي ايه دي يا مرق السود ومنيل اه اه شقايا راه يا اما شقايا اللي نقضيته بالتربية والتعليم راه يا اما ده بتليل تكسودة يا عواضين التهول اللي خلى فوق بسحي بسحي طب اشرب بس شاي وروق دمو ايه شاي دهوا دمو عواضين واهله هيسحي الشاي دهوا فسحي فسحي اشتنى يا رمضان هو عمل ايه بصي عمل ايه اللي فان دي كتبلي في الكراسة بصي الواوة ليك الواوة صح؟ انا بردانة صح؟ انا عدمتع في صوتي وهيكتبلي بصي الواوة طب استنى بس يا رمضان استنى الواد امه ماتت وبياخد العزة النهاردة امه ماتت دهاجة بتاعت ربني شغلي لازم اربيه عليه انا اربيه صدرت الله العظيم ساز رمضان جاي يعزيك بنفسه عواضين استنى بحبني كوي ياابا بس يا مو أغزة يا مولانا يا جماعة اللي فان دلي انت عملي دو راجل وقي ده عزوه في عمه كتب المهاردة في الكراسة دهين في درس الصرف والنح بوسوا الواوة صح؟ 36! ولا نولسه يجين يااخوا ياابالا يا سيد وزير التربية والتعليم ليه ده أستاذ بها معقولة ابن رمزي هو اللي خرشمك كده يا فندب أنا مش جاهش يا سيكي الأستاذ رمزي عشان تعاقبه بس كل اللي أنا طالبه إنك تحنن قلبه علي وأرجو إنه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا لا 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 هذا اللي يمكن أسكت على كده أفدا معناها إيه كلام ده يكسلك دراعك ورقبتك لا دراعي بس يا فندب رقبتي ابن سيد معالي وزير البيئة وإيه اللي تحت عين ده ده لا ده ابن عضو مجل الشعب هذا اللي يمكن أسكت على كده أفدا لسمها فوضى نعم الأستاذ رمزي ابن حضراتك خليه يتنايل يدخل ياسو آه آه زيك على فكرة أنت ولد سافل وقليل الأدب إيه اللي انت عملته ده إزاي تمد إيلك على مدير المدرسة بتاعتك يا كلب ده تكوه دهن أنا كنت بحوش عنه الفاص كلوكنا بيتخانق وهو تعجن في النص مصطح كده يا مستبا أه الحقيقة الأستاذ رمزي ما كانش بيطرب كان بيحوش الظهر أنا دلعتك زيادة لزوم أنا لما كنت في سنك وكنت شوف المدرس بتاعي كنت بعمدها لعروحي تاد فليز اخرس خالص أنا حنتقل لك من المدرسة دي حوديك المدرسة اللي أنا دلست فيها في الأرياء في ميت بدنة حلاوة عشان تعرف أن نلاحق سنس بهاقة أنا باعتذر لك بشكل شخصي ربنا يخلي معليك يا فندم عبالباقي الوزراء من الولادهم من عندي يا رب معي يا مصر المشوار اللي هنراحينه ده هو اللي أخطوبة والأرياء تفتح ده اختبار للبت وخلاص تبعني؟ أيوة ما ليوة وهيو عكوني أيلة لحد في البلد كده ولا كده وغلاوتك ما قلت لحد على الأقل الجوازة ما تتنزلش إن شاء الله يلا نوتي يا أمي إن شاء الله ادعي الله يا ربنا يا وفاقنا مبروك يا أستاذ رمضان الله يبارك فيك الله يبارك فيك الناس دي عرفت منين أنا شرفني واني يعني حقول لا ما انت مش هتقولي ده ناصي الزار هتقول لي ألف مبروك واني فتاني ماشي يا أمي مبروك يا رمضان كيف يا أمي مبروك يا أمي مبروك يا أستاذ رمضان الله يبارك فيك تعرفت منين يا سلامة كل الناس كانوا يتكرموا على المبروك يا أستاذ رمضان سوء السمك كمان هو أنت كنت هتعشين إيه النهاردة يا أمي سامك امشي يا صلاة النبي يا صلاة النبي زفة كمان زفة يا أمي كل دي هو موقفش لحد داني ناعس أروح ألاقي نفسي نخلف منها عائلات يا ضنايا مش قاني دول همك والله دا شرف كبير إنك إنت هتناسبني يا أستاذ رمضان اللي مش عايزك تستعجل يا حج سليمان أني لسه ما نسبتش حد عادة هناك زيجات كثيرة نبدأها بتحكي ولكن تفشلوا في النهاية اسمعي يا بنتي يا تهاني هتخرج من بيت أبوكي على بيتي على القبر على طول اللي تشوفه طبعا يا أستاذ رمضان معبوكي اللي بيتحك على طول دا هون هتشوف إيه مرتين بس بعد كده مرة إحنا بنيكتب الكتاب والذي بعدها مباشرة لما يموت تي جي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهانة دا كرام بالله يا أستاذ رمضان لو اقذي يا حق سليمان الأعمار بهاد الله أما بالنسبة لموضوع الأغاني فديه بند مرفوض تماماً حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام مرفوض يعني مرفوض ما تفتحش عنين البيت يا أستاذ رمضان دي نسة قطة مغمضة اللي أوله شرطه آخره نور يا حق سلمان ودلوقتي أنا عندي سؤالين ليه ها واجههم لوجه؟ بالإذن بيمتحينها الأستاذ رمضان بيمتحينها لا تحب إذن الله السؤال الأول هل تضعين أحمر خدود على خديكي؟ أبداً والله يا سيل أستاذ رمضان إيه مناسبة الزغروطة دهية؟ وإيه اللي دخلك في الكلام؟ أنا بسألك عن خدودك ولا عن خدودك؟ رمضان عزراً يا أمي أمي دوب يا بيت لا والله يا أستاذ رمضان لا إيه هما للدم اللي ببك في خدودك دي يا بيت بحمر رباني هي حصلت تغشيشها ونواقف؟ أنا بسألك ولا بسألك هي؟ انكتم خالص السؤال الثاني هل تصففين شعرك؟ أو تكوينه؟ أو تساشورينه عند الكوافر؟ طبيعي والله يا أستاذ رمضان لا إزاي بيت واني شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني يا مين بالله هعلقك وعبوتك قدام أهل بيتك؟ أما كون بسأل حد الكل انكتم بيت يا تهاني عينك العسليتين البنيتين اللي أنا شايفهم دهون عسل عسل وبني بني؟ ولا لانسز؟ لانسز رباني تصدق بالله إن كلمة تاني هترودك بره وما هدخلك لو جبتلي مين في البلد؟ يا رجل انكتم بيت يا تهاني انت إيه علاقتك بالرجل اللي قريفني دهون المدعو سلمان أبو حاجر رباني برضو عاوزة تقولك أبويا اللي ربان حلس بقية يا رمضان ما تحبكاش ممار نقرأ الفتحة نقرأ الفتحة ويا ريت جهران عشان لو فيه غلط ولا حاجة الليلة دي سيبناه الله 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 يا حاج سلمان يا ريت هكا تعلقان الهبطة وبس بص بص يا الله يا ملنش بالبيت الناجس ده انت بتتشرف بص صبح ليه هو بيت أبوك عمال داخل خارج مش يخدده مش يرجله انت ملك وملك ده التاتبت يا أخي ده التفك العبر انت مش حاسس بنفسك يا جالح انت أمين للنفس يسألك سؤال اسأل واني جاهز للرد انت أصير ليه رباني اشهاد يا أهل البلد يا مدان اختشي على مدان معذرة تانية يا أمي اشهاد يا ناس شوفوا العروسة بنت الحاسب والناسب اللي أنا جاي أتجوزها مطلع دول من قوضة نمهي أقسم بالله العظيم من قوضة نمهي الأولاني هو اسمه حماقي وكاتب ليها على الصورة نويها نوي على إيه يا تهاني نوي على إيه انت وحماعي وبصوا التاني كاتب ليها إيه الأستاذ عامري دياب كاتب ليها اللي لادي طب كنت يخليني أنا بكرة يا حكي سليمان فضح بيليش قلبي فهماني اللي أجعي بشاري ديات عشان تحو القرصي يليسي أيوة يا شيري بكلميك من ميت بدر حلاوة أيوة آه أبويا بربيني لا المنظر هنا روش قوي بقر وحمير عالي هوي يعني التزم بالطريق قلت لك التزم بالطريق استنى شوية طب سانية واحدة مو بعد واي مان دي كده ولا كده مش ماشي لا كده ولا كده حسنا حسنا موسيقى 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 موسيقى